يأتي سنة سايا السلام عليكم يا عصبة الرعب أتمنى تكونوا بخير وفي حالة جيدة من الرجل الذي صور الجن بشكل واضح إلى الفقيه الذي هاجمته امرأة مسكونة سنقدم لكم في هذه الحلقة مشاهد الاشياء المريبة صورت الكاميرا صدفة فلنبدأ على بركة الله رقم واحد جندي كان نائما وعندما استيقد حصل له شيء مرعب لحد كبير يعود هذا الفيديو لسنة 2014 وقد تم تصويره في ثكنة عسكرية في كولومبيا في التسجيل يظهر جندي كولومبي يبدو بأنه كان نائما وقد استيقد وهو مضعور تماما وكان يحيط به مجموعة من الجنود الآخرين بعد ذلك حصل شيء مخيف ولا يصدق اشتركوا في القناة كان الجندي يصرخ ويبكي من شدة الخوف حيث يبدو بأن هناك قوة خفية كانت تسحبه من رجلها وقد كان أصدقاؤه يحاولون مساعدتها حسب ما قيل في العنوان وفي وصف الفيديو فإن هذا الجندي قد هاجمه الجنة ومن خلال ما كان يقوله الجندي وأصدقاؤها فإنه كان مدركا بأنه يتعرض للهجوم من طرف الجنة وقد كان يبكي ويتوسل أن يبتعد عنها فما رأيكم؟ رقم اثنان هذا الفيديو نشر مؤخرا على تيك توك وقد شهر بشكل جنوني حيث وصل لأكثر من 12 مليون مشاهدة في وقت وجيزة في التسجيل يظهر الشاب كان في المنزل وحوالي الساعة الثالثة بعد منتصف الليلة استيقظ على صوت غريب يأتي من جهة النافذة فذهب لاستكشاف الأمر لكن ما وجده كان مرعبا باب باب شكرا باب 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 كتب الشاب في عنوان الفيديو بأن ما ظهر كان ساحرة حقيقية وقد حاولت مهاجمتهم ودخول المنزل لكن البعض في التعليقات يعتقد بأن هذا الفيديو مفبرك وليس سوى تمثيل بغض النظر عن ما إذا كان هذا التسجيل حقيقيا أم لا تخيل نفسك لوحدك في المنزل وفي وقت متأخر من الليلة رأيت من خلال النافذة شيئا كهذا يقترب منك فماذا سيكون شعورك بصراحة رقم ثلاثة في شهر مارس من سنة 2022 نشر رجل على ريديت فيديو أثار جدلا كبيرا يقول الرجل بأن ابنه الصغير كان في المنزل يلعب كالعادة رفقة كلبها لكن الكلب بدأ يتصرف بشكل غريب حيث كان يبدو منزعجا وبدأ ينبح بقوة وبشراسة وبدون توقف وكأنه يحاول أن يهاجم أحدا ما شعر الرجل بالخوف على ابنه لكنه في نفس الوقت حمل هاتفه وبدأ في التصوير وهذا ما حصل شاهد الفيديو مرة أخرى ودقيق النظر جيدا يمكنكم ملاحظة بأن رجل الكلب قد سحبت من طرف قوة خفية قال الرجل في وصف الفيديو بأنه أصيب بالداشة والخوف عند رؤيته لهذا المشهد وقد زاد خوفه عندما بدأت تسمع أصوات غريبة في المنزل في نفس الليلة ولم يتوقف كلبه عن النباح طوال الليلة ويعتقد بأن الأمر له علاقة بالجنة فما رأيكم رقم أربعة رجل كان يعمل في الليل في الشركة فحصل له شيء مرعب يعود هذا الفيديو الغامض لسنة 2010 وقد تم تصويره في الليل داخل إحدى الشركات الشخص الذي صور الفيديو يقول بأنه بقي هذه المرة في العمل حتى وقت متأخرة رفقة بعض من زملائه في العمل وفجأة بدأوا بسماع أصوات غريبة على الفور حمل الرجل هاتفه وبدأ في التصوير وهذا ما حصل بشكل غريب ومخيف بدأ السقف يهتز من تلقاء نفسها يقول الرجل بأنهم في هذه اللحظة شعروا بالخوف وقرروا مغادرة المكان على الفور يعتقد الرجل بأن هذا المكان مسكون بالجن خصوصا وأن العديد ممن يعملون هنا قالوا بأنهم كانوا يسمعون أصوات غريبة داخل الشركة منذ عدة أشهر وبعدهم قال بأنهم رأوا أشياء تتحرك من تلقاء نفسها فما رأيكم رقم خمسة رجل دين ذهب لمعالجة إمرأة مسكونة فحصل له شيء مرعب يعود هذا الفيديو لسنة 2022 وقد تم تصوره في إحدى القرى بأندونيسيا في التسجيل يظهر رجل دين ذهب لإحدى المنازل لمعالجة هذه الامرأة والتي يقال بأنها مسكونة بأخطر أنواع الجن في الأول بدأت امرأة بالصراخ والضحك بصوت غريب ومخيف لكن عندما بدأ رجل الدين في قراءة القرآن فجأة حصل شيء مرعب لحد كبير فلنشاهد التسجيل اشتركوا في القرآن عندما سمعت امرأة القرآن فجأة أصبحت عدوانية جدا فقامت بمهاجمة رجل الدين فقفزت وأمسكت بعنقه محاولة خنقها للأسف في هذه اللحظة قاموا بإيقاف التصوير لأنه يبدو بأنه صار من الصعب جدا ومن المستحيلة السيطرة على هذه الامرأة إذن كانت هذه بعض المشاهد لأشياء مرعبة صورت القاميرا أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال عجبكم دمتم في أمان الله وشكرا لكم